السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلبة تشكيل المعادن الصف الخامس النهاردة معنا ساعة جديدة وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن مادة المؤيسات النهاردة هنبدأ حلقتين وربعض الحلقة الأولى هتتكلم على مراجعة مادة المؤيسات القوانين الأساسية للمسطحات وممكن أدخل أو أبدأ أتكلم على بعض الأشكال الأساسية اللي بتيجي في الامتحان عشان أتكلم على المؤيسة كاملة هسيب بعض البنود وهاخد بعض البنود ففضلت إن أنا أراجع أخد بعض البنود المتكررة اللي دايما بتتكرر في الامتحانات وابدأ إن أنا أحلها بحالتها المختلفة وناخد تمرين عليها ونحلها بأكتر من طريقة كمساحات وكحجوم لمسطحات ومجسمات يلا بنا كده عشان نشوف النهاردة حلقة المراجعات للجزء الأول هتكون إيه أول حاجة على الشاشة النهاردة بتقول لي لو أنا بصت كده أولا الجزء الأولاني هلأ إن أنا عندي أولا المسطحات هتكلم على المسطحات وأقول إن الأول حاجة في المسطحات بتتكرر معايا في الامتحانات هي المضلعات المنتظمة المضلعات المنتظمة أقصد بيها كل الأشكال المنتظمة يعني بداية من المسلس متساوي الأضلاع رقم 2 المربع المخمس مسدس مسبع وهكذا كل الأشكال المنتظمة اللي جميع أضلاعها متساوي بتتكرر معايا في الامتحان بتتكرر معايا كقعدة مطلوب إن أنا أجيب محيطها بتتكرر معايا كمسطح أو كغطى أو كجزء علوي أو تلبيسة كما نسميها في لغة الصنعة فلازم أعرف مساحة المضلعات المنتظمة أيا كان شكله وكذلك لازم أعرف المحيط لأي مضلع منتظم يعني هشتغل إزاي؟ هاخد كل شكل بحالاته المختلفة زي ما قلت في بداية حلقتي يبقى أول حاجة لما اتكلم على أي مضلع منتظم هبدأ مثلا بقانون عام للمضلعات المنتظمة مساحة المضلعات المنتظمة بتساوي إيه؟ بتساوي مربع الضلع في المعامل الحسابي وزي ما احنا عارفين إن كل شكل من الأشكال لمعامل حسابي برقم معين أقدر أجيبه من خلال قانون أول أسهل بالنسبة لي أن أحفظ قيمة المعامل الحسابي لكل شكل من الأشكال يلا بدا كده نشوف قال لي أول حاجة مساحة جميع المضلعات المنتظمة أي مضلع منتظم بيساوي ضد تربية في المعامل الحسابي يعني مربع الضلع يعني لو الضلع خمسة يبقى خمسة تربية في المعامل الحسابي حسب نوع وشكل المضلع المنتظم أولا هيبدأ بأول شكل من الأشكال ممكن يكون المربع ممكن يكون المربع بيقول إن المربع مساحته بتساوي الضلع في نفسه يا مستر أنت كاتب ضد تربية أي قانون صح؟ لم تربية ضد تربية الضلع في نفسه كلنا حفظين قانون مساحة المربع يا مساحة المربع ضد تربية محيط المربع بيساوي الضلع في عدد أضلع أو مجموعة أطوال أضلع والأربع يبقى الضلع في عدد الأضلع ده يجب لي محيط أي مضلع منتظم المربع خصوصا ضد في أربع جميل عشان نشوف الشكل اللي قدامي ده هيعمل إيه؟ اللي عايز أعرف المعامل الحسابي لكل مضلع من المضلعات المنتظمة اللي هتيجي قدامك بيقول إن المعامل الحسابي احفظ بها عشان هستخدمها في المؤيسات المعامل الحسابي المثلث ربعمية تلاتة وتلاتين من ألف الرقم ده هو المعامل الحسابي القيمة اللي أنا بضربها عشان نوجد قيمة المعامل الحسابي طيب جميل الشكل اللي بعدي بيقول لي إيه؟ عايزة اعرف المعامل حسابي للمربع يا مسترد انت استخدمت المربع وقلت ضد تربيع وخلاص ايوة ما هو المعامل الحسابي للمربع بفكرك هو واحد فقنته هي واحد فلما يضرف واحد هيطلع نص الرقم فقل ضد تربيع في المعامل الحسابي اللي قنته واحد يبقى اذا هي ضد تربيع جميل المعامل الحسابي للمخمس كام اللي هيبانته لما طفنا اللمبة بقيت 71 من 100 يبقى احفظ الرقم ده 71% قيمة المعامل الحسابي المخمس اهي بان التاني تمام المسدس كام المعامل الحسابي 2.6% عايزك تحفظهم عشان هحتاجهم في مؤيساتي هحتاجهم في التمارين اللي انا هشتغلها بعد شوية ايه تاني قال للمعامل الحسابي للمسبع كام قال لتلاتة وتلاتة وستين من مية القيمة دي لازم احفظها بقرر تاني رجعها واحفظها كويس جدا هتحتاجها في اي مؤيسة من المؤيسات اللي هنستخدمها النهاردة او في مؤيسة الامتحان المعامل الحسابي المتمن قال لأربعة تلاتة وتمانين برضو انا حفظها بفكارك بالقيم دي عشان لما اجا استخدمها المعامل الحسابي للمتسع قال لستة وتمنتاشر من مية يبقى انا كده عرفت معاملات حسابية للمتسع زول عشر اضلاع كامل معامل حسابي قال لسبعة تسعة وستين من مية جميل طب زول حداشر ضلع قال لتسعة وستة وتلاتين الارقام دي سبتها وكتبها عندك عشان لما نيجي ناخد مثال هيبقى سهل بالنسبة هنا بيقول لي تعالى نشوف زول اصنا عشرة ضلع ده بيتكرر في المؤيسات الاثنشر ضلع ده او المضلع المنتظم المنتظم اللي باثنشر ضلع معامل حسابه بتاعه بيتكرر قليل لكن بييجي في بعض المؤيسات وبيسبب لي صدمة لبعض الطلبة لان دايما اغلب مؤيساتي بتكون مسدس متمن مسدس متمن مربع وبيكي في بعض المؤيسات يقول لي زو اصنا عشرة ضلع كام 11 واثنين من عشرة خليك فاكرها هنحتاجها وممكن تحتاجها في امتحان مادة المؤيسات اللي هيكون ان شاء الله بكرة بإذن الله يبقى زو اصنا عشرة ضلع 11 واثنين من عشرة تمام؟ مسحة جميع المضلعات بأكد عليك تاني ده التربيع يعني المربع الضلع يعني الضلع في نفسه مضروف في قيمة المعامل الحسابي المحيط لجميع المضلعات يعني عايز اعرف المحيط الخارجي بتاعي كام اللي اضرب الضلع بتاعك في عدد الاضلع اللي موجودة عندك يعني مخمس ضد في خمسة مربع ضد في اربعة وهكذا اشتغل بكل المضلعات بنفس القعدة الاساسية يبقى انا كده انا رجعتلك حوالي 12 قانون بمنتهى السهولة من اول مثلث مربع مخمس وهكذا لحد الاثناشر ضلع عرفناهم كلهم عرفت ان ضد تربيع في المعامل الحسابي عرفت قيمة المعامل الحسابي لكل شكل من الاشكال جميل عرفت ان المحيط بيساوي الضلع في عدد الاضلع للمخمس خمسة للمسدسة وهكذا يبقى الموضوع سهل جدا بسيط الكلام ده بالنسبة للشرايح بالنسبة للجسم ممكن يكون غطى منشور سداسي ممكن يكون غطى هرم رباعي او قعدة متجلدة لهرم رباعي هرم سداسي هرم تماني واي شكل من الاشكال اللي موجود عندي طيب جميل تعالوا نشوف مع بعض ايه الاشكال اللي ممكن استخدمها قال لي المسلس طبعا متساوي الضلع المربع متساوي الضلع كمان المخمس كذلك الحال بالنسبة للمسدس هنا هيقول لي مثال واحد دخلنا بقى في الامثلة وهنبدأ نشوف الامثلة غير المباشرة عشان نقدر نحلها طبعا اي مثال من الامثلة اللي انا هحلها دي عبارة عن بند من بنود المؤيسة يعني هو مش هتجيب لي المؤيسة بالشكل طبعا احنا عارفين هيجيب لي بند من البنود واحد اتنين تلاتة يبقى البند بالصيغة اللي مكتوبة قال لي مسدس منتظم اداني محيط المسدس تلاتين سنتي المطلوب ايجاد مساحته من المحيط عايز يوجد المساحة قال لي آه تمام طب تعالوا نحلك كده بالترتيب ونشوف هنعمل ايه بيقول لي طالما ادالك المحيط يبقى انت المعلوم بالنسبة لك المحيط يبقى المحيط هو المعلوم بالنسبة لي جميل المحيط كام قال لي المحيط بيساوي تلاتين سنتي جميل هبدأ عوض ازاي قال لي التلاتين سنتي دايت هقوله بما ان المحيط بيساوي ضاد انا حافظ القانون اهو عداتة ضاد في عدد الاضلع هو الشكل عبارة عن ايه قال لي مسدس يبقى ضاد في ستة جميل طب نبينها عشي 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 ضاد في ستة جميل كده اهو يبقى الضلع في عدد الاضلع بيساوي ايه ضاد في ستة المحيط عندي موجود ومعلوم اهو مقدار وكام تلاتين امتحطت التلاتين برا حاجة سهلة جدا وعملية سهلة جدا يبقى تلاتين بتساوي ضاد في ستة وانا عارف ان مضروف في مجهول مقام يعني قيمة الضاد هتساوي تلاتين على الستة بتساوي خمسة سنتي يبقى انا كده استنتجت طول الضلع بتاعي خمسة سنتي طيب انت عايز ايه؟ قال لي اوجد لي المساحة انا عايزك تعرف المساحة بتاعتك كام فقال لي اذا المساحة بتساوي ضاد تربية في المعامل الحسابي كام فاكر قال لي اه اتنين وستة من عشرة يبقى بيساوي الضلع تلاتي خمسة يبقى خمسة تربية في اتنين وستة من عشرة بيساوي هجيب الناتج واقول عليه سنتيمتر ايه مربع تعالوا نشوفها على الشاشة كده ونشوف الناتج هيطلع ازاي اهو قال لي المسدس المنتظم محيطه تلاتين سنتي المطلوب ايجاد المساحة هنبدأ انحل هقول له بما ان المحيط بيساوي الضلع في عدد الاضلع يعني داد فاربعة انا ليه عدته تاني على الشاشة انا عايز اقول لك ان المحيط ده ممكن يجيلي لمخمس ممكن يجيلي لمسدس ممكن يجيلي اي شكل من الاشكال واستنتج منه طول الضلع واجيب منه بعد كده المساحة يبقى المسال ده طبقوا انت مع نفسك مع مربع مع مخمس مع مصدس مع اي مضلع منتظم هات رقم المحيط ومن المحيط استنتج طول الضلع وهات المساحة بتاعة الوجه او مساحة الشكل اللي قدامك يبقى القانون ده انا طبقته على المسدس طبقوا على المربع طبقوا على المخمس طبقوا على المسدس ده بند من البنود اللي بتيجي داخل المؤيسة يلا بنا نشوفها تاني قال لي بما ان المحيط بيساوي ضاد فاربعة جميل وقال لي ان المحيط بيساوي تلاتين حطت تلاتين تحت المحيط بيساوي تحت بيساوي ضاد فاربعة قلنا قاعدها رياضية بتقول لي مضروب في مجهول يعني الاربعة مضروبة في الضاد على طول الاربعة تنزل تحت تبقى مقام يبقى اذا الضاد خرجت برة بتساوي تلاتين على الاربعة تلاتين على الاربعة بتساوي كام قال لي بتساوي خمسة انا كده خلصت المسألة طبعا لا انا كده جبت طول الضلع ضاد فقط بيساوي خمسة سنتي تمام من طول الضلع هقدر اجيب المحيط بتاع الشكل او ابدأ اجيب المساحة حسب المطلوب مني قال لي انا عايز المساحة بتاعت المسدس وانا حافظ ان مساحة المسدس بتساوي ضاد تربيع في المعامل الحسابي اتنين وستة من عشرة انا حافظه يبقى مساحة المسدس الضلع بيساوي خمسة خمسة تربيع او خمسة في خمسة فيه اتنين وستة من عشرة ايدي الاثنين وستة من عشرة جميل بيساوي كام قال لي اذا مساحة المسدس بتساوي خمسة وستين سنتيمتر مربع وخلي بالك لازم تكتب التمييز بتاعك عشان ده مهم جدا بنقص عليه في حل البنود المؤيسة يبقى أنا كده من خلال المحيط قدرت أستنتج طول الضلع ومن طول الضلع قدرت أجيب مساحة الشكل اللي موجود عندي بيقولي خلي بالك وفتكر كويس جدا تذكر أنه يمكن استخدام نفس الطريقة لإيجاد طول الضلع من المحيط لجميع المضلعات الممتازمة يعني أنا ممكن أعمل الكلام ده للقطاع أو للشكل السداسي للشكل التوماني للشكل الاثناشر الضلع بنفس الطريقة عود بيها وإقدر هات أو هات طول الضلع بتاعك وهات منه مساحة الشكل الهندسي طبعا فرحان عم مبهور فرحان جدا أن الطريقة دي سهلة وهكسبها بصورة كبيرة تاني قانون من القوانين اللي هرجحها النهاردة وما فيش مؤيسة بتخلوا منه هو مساحة الدايرة كلنا حفظين أن مساحة الدايرة بتساوي طه نك تربيع طه اللي هي النسبة التقريبية 22 على 7 أو لو قال لي ملحوظة أنها 3 و 14 هستخدمها بتلاتة و 14 هتفرق بسيط جدا في التقريب ما فيش أي مشكلة بالنسبة لي يبقى طه نك تربيع هبدأ أعوض طبقا للمثال اللي هبدأ أجيبه طيب محيط الدايرة بيساوي إيه؟ اللي بيساوي طه مضروبة في القطر كله يعني طه قاف عرفت المساحة؟ عرفت المحيط؟ يلا ناخد مثال عليها سريعا بيقول لي مثال اتنين أو المثال اللي هشتغله دلوقتي برضو مش هدي لك مثال مباشر برضو هشتغل معاك مثال غير مباشر عشان أبدأ أشوف من خلال المثال ده هعرف أحل إزاي بيقول لي تعالى دايرة محيطها 22 الداني المحيط ما دانيش طول الدلع ولا الداني القطر الداني المحيط قال لي دايرة محيطها 22 المطلوب إيجاد المساحة هقول له إيه؟ تعالى عدتها كده هقول له بما أن المحيط مش انتقل المحيط هو اللي موجود بيساوي القانون بيقول لي إيه؟ قال لي بيقول لي طه قاف بيساوي المحيط عندك بكام؟ قال لي 22 وأنا عارف إن طه بتساوي 22 على 7 في القطر مجهول هينزل زي ما هو تعامل مع دا إزاي؟ قال لي تعامل معاه لإن دا رقم واحد لكنه رقم على بعضه يعني تمام؟ يبقى قول لي بقى إن القاف بره خرجت بتساوي 22 على 22 على 7 ماينفعش السبعة هتطلع فوق يبقى 22 في 7 على 22 أختصر ال22 على 22 يبقى القطر عندي طلع كام؟ طلع 7 سنتيم جبت القطر؟ آه تمام تعال بقى من القطر بتاعك دا وابدأ حللي وهتلي هو عايز المساحة هقول له مساحة الدائرة بتساوي طه نق تربية أنا حافظ القانون بيساوي مساحة الدائرة مش موجودة أنا عايز أجيبها طه بتساوي 22 على 7 نص القطر هو دا عندك القطر ولا نص القطر؟ قال لي دا القطر يبقى بتساوي 22 في 3 ونص تربية بتساوي أطلع الناتج بالآلة وأقول سنتيمتر مربع تعالوا نشوفها على الجهاز يلا بينا نشوفها على الشاشة بيقول لي دايرة محيطها 22 المطلوب إيجاد المساحة هقول له بما أن محيط الدائرة بيساوي محيط الدائرة بيساوي أنا عايز أسمعك أنا بيسمعك محيط الدائرة بيساوي طه قاف يبقى المحيط بيساوي 22 نفس اللي عملته على الورقة طه بتساوي 22 على 7 في القطر المطلوب يبقى قاف بتساوي 22 أهيه قادل قاف بتساوي 22 فوق مقسومة على 22 اتضربت في قيمة السبعة اللي موجودة لأن مقام المقام بيبقى وسط تمام بتساوي جبت القيمة اختصرت الـ 22 ديت مع الـ 22 اختصرتها مع الـ 22 اللي تحت أصبح الناتج بتاعي بيساوي 7 ده قيمة القطر اللي موجود عندي جميل هابدأ عوض في القانون هقول له مساحة الدائرة بتساوي طه نق تربية يبقى مساحة الدائرة بتساوي 22 على 7 فيه قيمة القطر بتاعي 3.5 قيمة القطر بتاعي 7 جبت نص القطر كام 3.5 تربية يبقى 22 على 7 هو أنا طلعت في المسألة القطر 7 نص القطر 3.5 تربية بيساوي دربتها بالآلة تلعت 38.5 سنتيمتر مربع طبعا مش محتاجة ان انا اتكلم فيها لكن من البنود اللي بتبقى جاية في الامتحان واحيانا الطالب بيطلبت وياخد قيمة المحيط ويشتغل بيها على انها قطر او نص قطر يبقى ركز كويس اقرى البند كويس عشان تعرف تحل اي بند من البنود بيقولي انا عايزك تعرف حاجة تانية مهمة الاسطوانة انا عشان اتكلمت على الدايرة فقمت داخل وراها تماما على الاسطوانة ما الاسطوانة عبارة عن دايرة فوق ودايرة تحت وجسم قائم جميل الاسطوانة ليها مساحة جانبية وليها مساحة كلية وليها حجم لو هي عبارة عن جسم مصمط طيب حلو قوي وكذلك الاسطوانة لو لها سمك او لها تخانة انا لازم اعرف ان انا اضربها في السمك وحول المساحة اللي موجودة عندي الى حجم لا تاني يا مصطر عشان اتهت منك تاني بيقولي الاسطوانة ليها عدة قوانين فاركز كويس جدا كاسطوانة الاسطوانة اصل افرادها هو عبارة عن شريحة مستطيلة وهي مفروضة عبارة عن شريحة مستطيلة حلو الكلام طيب المساحة الجانبية يعني الجوانب بتاعت الاسطوانة يعني الاسطوانة بتاعتي من غير سقف يعني ما لهاش فوق قعدة ولا تحت قعدة ما لهاش غطة ولا قعدة يبقى في الحالة دي جوانب فقط يبقى مساحة جانبية يبقى المساحة الجانبية بتساوي ايه في الحالة داية تقلي بتساوي محيط القعدة في الارتفاع جميل يبقى لو هو قال لي اسطوانة كترها مثلا خمسة سنتي وارتفاحها 3 سنتي هقوله ايه هقوله طه قاف عين يعني محيط القاعدة طه قاف في الارتفاع اللي اسمه عين يبقى طه قاف عين جبت على طول بمنتهى السهولة القانون بتاع المساحة الجانبية طب لو جي في المؤيسة وقال لي ولها قاعدة ما هو قال يا مستل لها قاعدة قال لي لأ خلي بالك كويس جدا طلبة تطلبط حتى الآن خلي بالك القاعدة اللي ادها لك دي قاعدة فضية وهمية يعني مقاس القاعدة لكن هي فضية ما لهاش غطة لو لها غطة او لها زي الصنعة ما بنقول في الصنعة او في الورشة تجليدة يبقى في الحالة دي بيجيب المساحة الكلية يبقى المساحة الكلية بتساوي ايه بتساوي المساحة الجانبية اللي انا قلتها من شوية زائد مساحة القاعدة او الاتنين حسب ما يقول لي في المواصفات اللي موجودة عندي تعالوا شوفها كده قال لي مساحة الاسطوانة بتساوي المساحة الجانبية بتساوي طه قاف عين يعني محيط القاعدة في الارتفاع كتبتها محوط القاعدة في الارتفاع مفيش مشكلة كتبتها طاقة في عين برضو مفيش مشكلة اه دي شكل الاسطوانة اللي موجودة عادي بيقول لي ايه جميع الاشكال هنا بقى بدي لك قانون برجعلك على السن تفاهم بقولك ان كل الاشكال ذات القاعدة العليا ما اسها بالضبط زي القاعدة السفلة مساحتها الجانبية هي ايه استنى بس نفهم الجملة دي وبعد نقول لي هي ايه بقولك ان كل الاشكال اللي قاعدتها العليا زي قاعدتها السفلة القاعدة العليا زي قاعدة السفلة اه جميل زي ايه مصطر زي الاستوانة زي المنشور بدأ من السلاسي رباعي خماسي يعني القاعدة اللي فوق مسدسة اللي تحت مسدسة بنفس المقاسات بنفس طول الدلع بنفس القطر هي نفس المقاسات اللي فوق يعني عبارة عن جسم قائم قاعدته العليا تساوي قاعدته السفلة كل الاشكال دي مساحتها الجانبية زي بعضها قال لي اه قانون واحد بس بيختلف في نقطة ركز بقى معايا القانون بيقول لي المساحة الجانبية بيساوي محيط القعدة حسب شكلها في الارتفاع يعني يا مصدر ماينفعش اقول المنشور السوداسي تهقاف عين لأ حاسب حاسب ايوة ليه قال لي تهقاف دي بتاعت محيط الدائرة بتاعت الاستوانة لكن لو الجسم عبارة عن مسدس انت في الحالة دي هتجيب محيط المسدس في الارتفاع تاني بقى نفهم بيقول لي ايه اي شكل قعدته العليا زي قعدته السفلة الاستوانات رقم اتنين جميع انواع المنشور باشكاله المختلفة القانون بيقول لي ايه محيط القعدة حسب شكلها في الارتفاع العمودي اللي موجود عندي طيب اسألك كده عشان شوفك فهمتو ولا لأ انا عايز المساحة الجانبية للمنشور السوداسي ايوة انا سامع برافو عليك برافو ممتازين بيقول لي محيط القعدة يعني محيط المسدس في الارتفاع برافو جميل تعالوا بقى نشوف هيقول لي ايه بقول لي جميع الاشكال ذات القاعدة العليا تساوي السفلة يعني الاشكال المنشورية والاشكال السودانية اللي مساحتها الجانبية محيط القعدة في الارتفاع مع تغيير محيط القعدة دي او محيط القعدة دي اقدر اغيرها اقدر اخليها تهقاف اقدر اخليها ضد في ستة ضد في ارباء حسب شكل القعدة ايا كان شكل المضلع اللي موجود او الدايرة اللي موجودة في الارتفاع الارتفاع عندي سابت جميل بيقول لي خلي بالك الاسطوانة ما لها قال لي المنشور برضو يبقى الاسطوانة والمنشور بانواعه قانونهم واحد يبقى انا اختصرت لك مجموعة كبيرة جدا من القوانين ان المساحة الجانبية للاسطوانة بجميع اشكالها واحجامها بتساوي المحيط القعدة او محيط القعدة في الارتفاع والمنشور محيط القعدة في الارتفاع مع اختلاف شكل المحيط جميل جاب لي مجموعة من الاشكال ادي منشور سومانيا هون وادي اسطوانة هي الاشكال فرحانة جدا ان القوانين بتاعتها سابتة وبيقول لي ان المساحة الجانبية محيط القاعدة في الارتفاع جميل عرفناها حفظناها هنبدأ نشوف امثلة او نشوف حاجة تانية من الحاجات بيقولني بعد كده هخش على حاجة اسمها الاسلك الاسلك ده قصة تانية خالص الاسلك ده حجوم يا مصطر ولا مساحات قال لي لا ده الاسلك ده عبارة عن حجوم انا ما عنديش سلك بيساوي مساحة لان السلك ده مصمت زي الدبلة اللي في ايدي زي السلك اللي معمول على شكل غواشة زي اللي معمول على شكل حلق او دبلة او خاتم ده في الغالب بيكون مصمت اللي طبعا في بعض الاحيان بيكون مفرق لكن هو في الغالب بيكون طالما سلك يبقى ايه الجسم مصمت يعني ايه مصمت يعني كتلة خامة في الحالة ديت انا لازم اجيب حجم لازم اجيب الحجم والحجم هنا هيختلف معايا اذا كان السلك طولي يعني السلك مفروض زي الجزء ده كده فانا موجود عندي الطول هاضربه في مساحة المقطع خلص الفيلم على طول طيب تاني يا مستر لو اداني السلك بتاعي سلك طولي يعني سلك مفروض زي السلك اللي قدامي ده هقول ايه هقول ان طول السلك في مساحة مقطعه السلك ده مدور يبقى مساحة دايرة السلك ده مربع يبقى مساحة مربع السلك ده عبارة عن كيمك يعني نص دايرة يبقى مساحة نص دايرة يبقى ده في حالة اذا كان السلك عندي عبارة عن سلك مفروض جميل هجيب مساحة قالي لأ هجيب حجم يبقى حجم السلك الطولي حجم السلك المفروض بيساوي طول السلك في مساحة مقطعه ايا كان شكل مساحة المقطع جميل بيتكرر البند ده معايا بيتكرر معايا مش محتاج تدريب مش محتاج تدريب سهل جدا طيب لو عامل السلك على شكل دبلة زي اللي قدامي زي اللي في ايه دي دي او حلقة زي اللي على الشاشة دي تعالوا مشوفها كده لو عامل السلك في صورة حلقة زي الدبلة اللي قدامي او الحلقة اللي قدامي دي هعمل ايه قلن المحيط المتوسط حجم السلك حجم السلك تالت مرة أنا بجيب حجم السلك بيساوي المحيط المتوسط في مساحة المقطع يعني إيه يا مصدر المحيط المتوسط يعني أنا عندي يا جماعة قطر داخلي وعندي قطر خارجي داخلي وخارجي أنا هاخد أني واحد فيهم عشان أعمل محيط القاعدة أو المحيط بتاعي قال لي خد المتوسط خد اللي ما بين البنين يعني خد اللي المحيط الأصغر واجمع عليه المحيط الأكبر تمام؟ واضربه في مساحة المقطع السلك هنا مدور فاضربه في مساحة المقطع فيدي لك الشكل اه دي شكل الحلقة اللي موجودة عندي بمنتهى السهولة يبقى سلك مقطعه الدني مسال على طول كده عشان خاطر يبدأ يحل معايا قال لي سلك مقطعه دائري سلك مدور طب جميل كتره ستة من عشرة سنتي كتره ستة من عشرة ماشي كتره كله كتره كتره ركز ده لك كتره ولا نص كتره دي المقالب بقى اللي بتحصل معايا في إلمتاحة الدنيا الكتر جميل ساعات بيقولي نص الكتر اه ساعات بيقولي نص الكتر يبقى هنا الدنيا الكتر انا مركز كتره ستة من عشرة سنتي ملفوف حول دائرة كترها يعني القتر الداخلي بتاعي تمانية سنتي تعال كده نشوف على الداتا هعمل فيها ايه لو انا حلها يدوين بيقولي هنا كده ادي السلك بتاعي انا عايز ارسمه هو ادي هرسم كطاع السلك بتاعي بالشكل ده ودي الجنب التاني للسلك بتاعي هو رسمته بالشكل ده وهشرته كده رسمته زي المنظور وهم تجاي لفه كده مش عارف ترسم المنظور ده مش مطلوب منك لكن انا عايزك انت تتخيل معايا ان انا عملت قطاع للشكل اللي قداني قال ان السلك بتاعي ده قطره 6 من 10 يعني الناحية دي في 6 من 10 اهي حبرتها عشان تبين 6 من 10 والجنب التاني برضو 6 من 10 جميل 6 من 10 يمينه 6 من 10 شمال وقطره الداخلي 8 جميل يبقى انا عايز احسب ايه قال لنا عايز احسب دلوقتي القطر الداخلي ما هو محسوب يا مستر عايز احسب القطر الخارجي بتاعي من بره بره قال لي من بره بره اجمع 8 و 6 و 6 يبقى كام قال لي 9 و 2 من 10 يبقى القطر الخارجي بتاعي 9 و 2 من 10 ليه جمعت 6 من 10 و 6 من 10 دتني 1 و 2 من 10 وقعد 8 بقى 9 و 2 من 10 سنتي يبقى انا عارفت دلوقتي ان انا عندي قطر بيساوي تسعة واثنين وعندي قطر تاني بيساوي تمانية ده داخلي وده خارجي هرجع للشاشة واشوف الحل هيتم ازاي بيقول لي ان المحيط بيساوي او حجم السلك بيساوي المحيط المتوسط في مساحة المقطع تعالوا نحل كده مع بعض ونشوف قد السلك لما قطعته او عملت قطاع للسلك وبدأت اشوف المواصفات بتاعته بالشكل ده قال لي ان الداخلي بتاعي تمانية السلك من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال ستة من عشرة تعالوا نحل المثال ده ونشوف تفاصيله عاملة ازاي هنا بدأ يرسم للرسمة قد القطر الداخلي بتاعي تمانية خدنا خط من الخارج يمين وخط ناحية الخارج ناحية التانية شمال وبدأنا نقيس لقيت ان الخارج بتاعي زي ما انا رسمته على الورقة كده تسعة واثنين من عشرة جبتها منين يا مستر جبتها ان انا عندي الداخلي تمانية وعندي ناحية اليمين ستة من عشرة القرة دي او الدايرة دي ستة من عشرة والناحية التانية ستة من عشرة جمعتهم اجمعهم بالآلة مش عايز استخدم مخك استخدم الآلة مفيش مشكلة بالنسبة لي قال لي ستة ستة من عشرة وستة من عشرة زائد التمانية الداخلية اداني الكتر الخارجي تسعة واثنين من عشرة جميل يلا نحل بقام قال لي حجم السلك بيساوي المحيط المتوسط في مساحة المقت انا عايزك تكرر ورايا انا عايزك تحل ورايا معاك وراء وقلم ومعاك قلة حزبة وابدى اتضرب على خطوات الحل لان دي المراجعة انت دلوقتي بتراجع معايا ومن الراجع السوا يبقى معاك القلة الحزبة معاك وراء وقلم بتسابقني شوية وتحل عشان لو غلطت في اي خطوة انا كده كده هعدها لك مرة تانية عشان خاطر اي بند من المؤيسة مبني على البند اللي بعديه في التجميع النهائية فمش عايز اخسر اي درجة من درجات بنود المؤيسات يبقى نرجع للشاشة تاني قلت ان المحيط المتوسط بيساوي او الحجم بيساوي المحيط المتوسط في مساحة المقطع هدى اعود المحيط المتوسط خدت الطه عام المشترك وخدت خط كسر او شرطة كسر موجودة عندي القطر الاولاني اجمعه على القطر التاني يعني الطه عام المشترك يا مستر انا كنت بحل زمان معاك وكنت بحل في المدرسة بجيب المحيط الداخلي وبعدين المحيط الخارجي وبعدين اخد الرقم بتاع المحيط تجمعه على رقم المحيط الثاني وقسمه على اثنين ايوة ماشي الطريقة دي اسهل كتير جدا وبتطلع للناتج بمنتهى السهولة خط الطه عام المشترك خط القطر الاولاني زائد القطر الثاني وقسمه على اثنين عشان اجيب المتوسط اللي موجود عندي تمام في مساحة المقطع هي مساحة دايرة يبقى طه نق تربية عشان كده انا رجعت لك مساحة الدايرة عشان كده بدأت بالدايرة اول مرة تاني في القوانين دلوقتي لما جيت هشرح عشان افكرك لاني هستخدمها في اغلب الونود يبقى طه نق ايه تربيع هي مساحة المقطع او مساحة الدايرة هابدأ عوض التحكمتها كام قال اثنين وعشرين على سبع فيه طبعا هنا في علامة فيه القطر الاولاني زائد القطر التاني على اثنين القطر الاولاني يا مستر انا هكتب التمانية الاول ماشي هتكتب التسعة واثنين من عشرة مفيش مشكلة ما هي بينهم زائد فمفيش مشكلة القطر الاكبر هو الاول او القطر الاصغر هو الاول بفكرك طبعا انت عارف الكلام ده كطالف الصف الخامس لكن بأكد عليك المعلومة مرة تاني يبقى تسعة واثنين من عشرة زائد تمانية على الاتنين انا بجيب كده المتوسط او المتوسط المحيط او المحيط المتوسط في مساحة المقطع الطهبة كام سمعة برافو اثنين وعشرين على سبعة في نص القطر بتاعي القطر بتاعي ستة من عشرة يبقى نص القطر كام قال نص القطر بتاعي المفهود 3 من 10 هنا يبقى أنا عودت هنا النص القطر 6 من 10 لكن هو المفهود إنه هو 3 من 10 دربتها بالآلة تربيع طبعا دربتها بالآلة تلعت 30 و 6 من 10 يبقى خلي بالك هنا أن الكتابة هنا مش مظبوطة الكتابة هنا المفهود تبقى 3 من 10 اللي هو قيمة نص القطر بتاعي القطاع بتاعي وطلع الناتج ودرب الناتج بنفس الخطوات لكن الناتج طبعا هيختلف عن الناتج اللي على الشاشة مثال تاني بيقول لي سلك مقطعه دائري يعني السلك بتاعك مدور جميل السلك المدور قطره 4 من 10 غير المقاسات ملفوف حول مسدس منتظم بدأ يتغير معي أنا هشتغل دلوقتي في الأسلاك سلك سلك من الأسلاك وابدأ أخده مرة على الشكل الدائري واخده مرة تانية على شكل سداسي يبقى قال لي عندك سلك مقطعه 4 من 10 ملفوف حول شكل سداسي آدي على الداتا هبدأ أشتغل آدي السلك بتاعي قطعه كام قال لي قطعه مدور كده كم قمته قال لي 4 من 10 أهو ودي الجنب التاني بتاعي هم دور برضو أهو برسمه كروكي كده قال لي السلك ده لو أنا رسمت مصقط بتاع منشور سداسي يبقى أنا عندي ضلعي هنا كده وضلعي هنا كده قال لي طول الضلع بتاع السداسي بتاعك الداخلي 8 وانت عندك 4 من 10 ناحية اليمين و4 من 10 ناحية الشمال جميل جدا يعني انت عندك كده طول الضلع الداخلي بتاعك كام قال لي طول الضلع الدلع الدلع ركز أنا بأكد عليك 8 يبقى طول الضلع الخارجي قال لي احنا بناخدها بالبلد كده بنقول بنخب جنب ونخلي جنب يعني أنا هقول 8 أخب الجنب ده بصبعي اهو يبقى الجنب التاني كام قال لي 8 و4 من 10 جبتها منين يا مصطر هندسيا بقولك اهو لو أنا اشتغلت كده بطريقة رسم المسدس اللي انت عرفها الطريقة العادية خالص رسم المسدس في رسم الفني اهو هقول ان طول الضلع بتاعي اللي أنا رسمت بيه 8 اهو يعني القطر كله قطر 16 القطر 16 ونص القطر يساوي طول الضلع نص القطر بتاعي 8 تمام يعني نص القطر ده بيساوي الضلع اللي أنا برسم بيه قال لي اهو تمام مظبوط طيب لو أنا جبت كده القطر الداخلي هيبقى 16 قيمة القطر قاف والقطر الخارجي كام قال للكطر الخارجي هيبقى 16 واجمع 4 من 10 و4 من 10 يعني القطر الخارجي بتاعك قال لي قطر خارجي هيبقى كام قال لي 16 و8 من 10 وانت قلتلي ان نص القطر يساوي طول الضلع تاني 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 نص القطر يساوي طول الضلع يعني نص 16 و8 كام قال لي 8 و4 اللي أنا جبتها اصلا من الاول بالطريقة البلدي بس لازم تكون فاهمها تاني يبقى انا لو عندي اي مسدس منتظم ركز بقى في حتة دي لو انا عندي اي مسدس منتظم بالطريقة دي اهو وجت جبت سلك عامل كده السلك بتاعي ده قطاعه قد ايه قال لي 3 من 10 اهو والناحية التانية 3 من 10 بالشكل ده طول الضلع الداخلي بتاعي للمسدس طول الضلع بتاعي 2 سنط اهو يبقى انت الخارجي بتاعك قال لي انت عندك 3 من 10 يمين و3 من 10 اشمال تمام جميل وانا قلت بالبلدي خب جنبي وسيب جنبي يعني الخارجي بتاعك 2 و3 من 10 جميل يبقى المسدس بتاعك ضاد في 6 زائد ضاد التانية في 6 على الاتنين انا كده جبت المحيط المتوسط الضلع الاولاني كام 2 يبقى قول 2 في 6 والضلع التاني كام قال 2 و3 في 6 على الاتنين يبقى جبت المحيط المتوسط بالطريقة اللي انا قلتها ان القطر بتاعي نصه نص القطر يساوي طول الضلع المعلوم جميلة جدا تعالوا مشوفها على الشاشة قال لي سلك مقطعه دائري قطره 4 من 10 طيب تمام ملفوف حول مسدس طول ضلعه 8 سنتي المسدس بتاعي طوله الداخلي 8 سنتي طول الضلع المسدس اللي هو ملفوف حوليه 8 سنتي اوجد خلي بالك قال لي ضلع ما قال ليش كتر اوجد حجم هذا السلك ادي شكل السلك هرسمهو لك واحدة واحدة اهو ادي السلك يمينوش ما القطاع طبعا خدت خط الاسقاط بتاعي ادي الاضلاع الداخلي كام قال لي الداخلي بتاعي 8 سنتي انا عايز حجم السلك طب حاضر بفكرني قال للمحيط المتوسط في طول في مساحة المقطع لو هو سلك طول يقول في طول السلك لو هو سلك مدور أو ملفوف على شكل ما بقول في مساحة المقطع خلاص أنا افتقرت القانون حاض يبقى حجم السلك بيساوي المحيط المتوسط في مساحة المقطع ما ركز معايا؟ ركز معايا وكمل هبدأ أعوض يبقى أنا أقول ضاد الضلع في عدد الأضلاع لأن الشكل ملفوف على شكل سداسي يبقى الضلع الأولاني ضاد 1 في 6 زائد ضاد 2 في 6 على الاتنين في طه نق تربيع اللي هي مساحة شكل المقطع بتاعي اللي هو عبارة عن دايرة يبقى طه نق تربيع تمام كده؟ هبدأ أعوض في القانون جي في القانون هنا رسم لي الشكل التاني اهو تمام حلو قوي فين المقاسات بقى؟ قال لي آه داخلي 8 طيب ومن بره بره قال لي انت عندك 4 من 10 ناحية اليمين و 4 من 10 ناحية الشمال اجمع الجنبين غلط اجمع الجنبين غلط؟ أيوة غلط انا قلتلك في السوداسي خب جنب و اجمع الجنب التاني يبقى الخارجي بتاعك 8 و كام؟ 8 و 4 من 10 في السوداسي بس؟ اه في السوداسي بس تاني في السوداسي بس؟ أيوة في السوداسي فقط لا غير يبقى في السوداسي انا بقول اجمع جنب و سيب جنب لان فتحة البرجل اللي بارسم بيها هي نص القطر اللي بارسم بيها وارسم بيها المقاسات بتاعتي يبقى نص القطر بيساوي طوله الضلع في الشكل السوداسي يبقى خلي بالك كويس جدا في المسدس ان هو بيدي لك طول ضلع او بيدي لك قطر بتاخد جنب واحد من جوانب السلك اللي موجود عندك وتشتغل بيه يبقى انا اشتغلت السلك المدور اشتغلته على شكل مدور والسلك المدور اشتغلته على شكل جسم عبارة عن سوداسي تعالوا نحل المسألة؟ يلا بينا قال لي ان 4 من 10 ناحية اليمين و 4 من 10 ناحية الشمال والداخلي 8 يبقى الخارجي اخد جنبه وجنب التاني سيبه يبقى اذا 8 و 4 من 10 هو طول الضلع الخارجي اكدتها لك وبينتها لك هنا مكتوبة وانت ممكن ترسمها لي كده في الامتحان لو جات لك يبقى تقول لي 8 و 4 من 10 او طول المقاس اللي موجود عندك خدت جنبه واحد هو طول الضلع الخارجي اللي موجود عندي حجم السلكي تاني عشان هحفظه لك وفكرك بيه ضاد في 6 زي الضاد التانية في 6 على الاتنين في طهنق تربية اللي هي مساحة المقطع اللي موجود عندي هنبدأ نعوض تحت اي ضلع منهم اخدوا الاول 8 في 6 6 ايه 6 دي يا مصطر مش موجودة في المسألة ايه 6 هي عدد الاضلاع يبقى 8 في عدد الاضلاع و 8 و 4 طول الضلع التاني في عدد اضلاع المسدس على الاتنين في طهنق تربيع يعني في 22 على 7 في نص القطر بتاع الكام قال لي نص القطر بتاع 2 من 10 تربيع 2 من 10 تربيع خدت نص القطر بتاع الدوران بتاع الجسم الدائري ده ادربها بالآلة سريعا انا مستنيت ادرب بالآلة عشان تطلع الناتج معايا 6 و 17 من 100 سنتيمتر خلي بالك سنتيمتر ايه انا كاتب هنا سنتيمتر ايه سنتيمتر مكعب عشان ده حجم يبقى في حالة الحجوم لازم اكتب التمييز بنقص عليها جماعة بنقص عليها على نص درجة يبقى التمييز بتاعي سنتيمتر مكعب في حالة الحجوم ازا كان البند بتاعي حجم بكتب سنتيمتر مكعب ازا كان البند بتاعي مساحة جانبية او مساحة كلية مساحة عيا كان بكتب البند بتاعي سنتيمتر تربية خلي بالك انا عايزك تجيه بالدرجة النهائية في المؤسسات سهلة جدا لكن غلطة واحدة في البند من البنود بيتراقم عليها اخطاء لكن انا بحسبك عليها مرة واحدة في نموذج الاجابة مش حسبك كل شوية في التجميع النهائية انت قلت اول مرة قلت تاني وقلت تلقوه في المجموع النهائي لا هي مرة واحدة في البند وفي الاخر التطبيق بيبقى سليم خلاص ما فيش اي مشكلة بالنسبة لي اتأكد من النواة دي احل واحدة واحدة خطوة خطوة واخد كل بند الواحدة وبينه وبين التاني سطر او بينه وبين التاني مسافة عشان لو افتقرت ان البند ده هو عدد اثنين هو عدد ثلاثة سلك وانا نسيته وانا براجع اضربه في ثلاثة خطوة سهلة جدا وبنقص عليها ممكن نقص عليها نص درجة البند يبقى انا بسيب كل بند مسافة تحتين يعني باكتب البند بتاع ممكن اكتب احل بندين في صفحة وخلاص اللي جابك اه منظمة البند الاولاني وبعدين خدت مسافة وخدت اه سطر وبعدين البند التاني افتكرت ان البند التاني اللي هو بتاع الاسلاك قال ان هو عدد ثلاثة سلك وانا جبت سلك واحد طيب ما انا وانا بقى قبل ما اقفل المؤيسة هقول ان الحجم اللي انا طلعته اضربه في العدد اللي موجود عندك للاسلاك بيساوي ثلاثة طلبة كتير جدا بتنساها بالرغم انها بسيطة وسهلة لكن المراجعة هي اللي هتخليني اكتشف الاخطاء اللي انا سبتها في المؤيسة عشان قبل ما اقفل الناتج النهائي للمؤيسة دي بقى ايزا جبت الناتج بتاعي ستة وسبعتاشر من مية سنتيمتر ايه سنتيمتر مكعب ليه ليه عشان هو حجم برافو عليك تعالوا شو بقى حاجة تانية بيقول لي مثال تلاتة سلك مقطاعه مربع السلك بتاعي قطاعه مربع يعني السلك عندي مربع ماشي طول دلعه اربعة من عشرة سنتي قول زي ما انت عايز مش هتفرق معي ملفوف حول استوانة يعني السلك شكله مستدير السلك مدور اه السلك مدور جميل ملفوف حول استوانة طول نصف ايوا اول مقلب بس انا خدت بالي قال لي نص قطر الاستوانة اربعة سنتي نص قطر الاستوانة مش للقطر بتاع الاستوانة هو قال لي نصف قطر الاستوانة اربعة سنتي اوجد حجم هذا السلك تعال كده عدته هقول لك ايه قال السلك بتاعي ده قطاعه مربع اه دي السلك المربع بتاعي اهو اهو هرسمه مربع طبعا مش مستطيل كده هرسم السلك بتاعي مربع شكله مربع تماما اهو طبعا الرسم ده بيوضح لي الفكرة بشكل بسيط او بشكل مبسط وبيوضح لللي بيصحح ان انا فعلا عرفت استنتج المسألة بتاعتي بطريقة سليمة ادي السلك بتاعه قال لي خلي بالك نص قطر اربعة يعني القطر الداخلي كام قطر الداخلي كام قال لي تمانية كم السلك بتاعك قال لي اربعة من عشرة ناحية اليمين والناحية التانية اربعة من عشرة يعني الخارجي بتاعي خد جنب لأ لأ كنت هتغلط وكنت هتغلط برضو لأ قال لي السلك بتاعي هنا مدور يعني تمانية ما تاخدش جنب لأ وتسيب جنب قال لي هتاخد الجنبين يبقى الخارجي بتاعك تمانية ويه اربعة من عشرة اربعة من عشرة يبقى تمانية من عشرة يبقى ده كده القطر بتاعك الخارجي وده القطر التاعي الداخلي اقدر حل قال لي منتهى السهولة تقدر تحل ان القانون بيقول لي ايه قال لي القانون ده حجم ولا مساحة قال لي حجم لازم اسأل نفس السؤال ده حجم بيساوي طه قاف واحد زائد قاف اتنين على الاتنين في في ايه قال لي مساحة المقطع اللي هي ضاد تربيع لان هي مساحة مربع بيساوي تحت بيساوي جميل جدا الطه بكام قال لي اتنين وعشرين على سبعة في اخد شرط الكسر بتاعي القاف بكام قال لي القطر الاول اي واحد منهم الاول تمانية والتمانية من عشر زائد التمانية على الاتنين في الضلع بتاعي الكام قال لي اربعة من عشر بس خلي بالك ده تربيع وطلع الناتج بتاعي سنتيمتر ايه سنتيمتر مكعب خلص البند خلي بالك انه هو لو قال لي لعدد تلت اسلاك لازم اضرب ايه اضرب الناتج اللي يطلع ده اضربه في التلاتة لو هو قال لي انهم عدد اسلاك او عدد كذا سلك من الاسلاك اللي موجود عندي يبقى خلي بالي كويس جدا ان المؤيسات سهلة جدا وبسيطة لكن محتاجة مني التركيز ويكون ذهني حاضر عشان مغلطش في جمع مغلطش في ضربه في اتنين في تلاتة سهل بسيط لكن صعب ان انا ركز او لازم اركز عشان خاطر حقق الدرجة النهائية واجيب المجموع بمنتهى السهولة نرجع لمسألتنا تاني بيقول لي سلك مقطع مربع حلها على الشاشة بقى عم مبهور اللي دايما يبقى مبهور بيقول لي ان الكتر الداخلي بتاعي تمانية سنتي جميل عرفت اللي هو قال لي نص الكتر اربعة فانا عملتها تمانية او عتنسى انا برجعلك المثال تاني ادي شكل الرسمة في المنظور بالمنظر ده ده قطاع منظوري حلو قوي طيب جميل قال للدلع التاعي اربعة من عشر ناحية اليمين وزيها الناحية التانية ناحية الشمال حلو الكلام استي بعد كده جمعت ادي الجنب اليمين والجنب الشمال تمانية واربعة واربعة يبقى تمانية وتمانية ماشي يا مستر ما احنا جمعناها من شوي اوكي تمام حجم السلك بيساوي قول ايوة ظهر على الشاشة المحيط المتوسط في مساحة المقطع عم مبهور بقى فرحان وهيعرف يحل معايا انا عايزك تركز ما تملش عشان كده بجيبلك الاشكال دي بيقول لي حجم السلك بيساوي هنبدأ نعوض بيساوي طه القتر الاولان زي ادي القتر التاني على اتنين في مساحة المقطع اللي هي ضاد تربيع مساحة مقطع المربع بتاعي طيب لو السلك ده مستطيل هقول له ضاد لأ هقول له ايه هقول له الطول في العرض لو السلك ده مدور هقول طه نق تربيع لو السلك ده قطع عبارة عن مسلس هقول له ضاد تربيع في المعامل الحسابي مساحة مقطعه حسب الشكل بتاع السلك حجم السلك بيساوي طه بتساوي 22 على 7 عوضت عادي بتساوي او مضروبة مضروبة طبعا الخطر الاولاني كام قال لي 8 زائد 8 8 من 10 على الاتنين فيه ده التربيع اللي هو 4 من 10 طبعا القص تربيع او في نفسها طلعي الناتج بتاعي ان حجم السلك بيساوي 4 و 2 من 10 سنتيمتر او عتنسى انا بشاول لك عليها سنتيمتر ايه سنتيمتر ايه سنتيمتر مكعب ليه عشان ده حجم مش حجم سلك اي حجم بيبقى بالسنتيمتر تكعيب بفكارك كويس جدا طبعا تعريفها لكن ممكن انساها من سهولة المؤسسات انا بحس انها صعبة لاننا ممكن انسى من استصرع بتاع الطلبة ان انا انسى بعض الحاجات قال لي مثال تاني سلك مقطعه مربع انت يا مستر شغال مربع حوالين مدور حوالين شكل دقاري وبعدين مربع حوالين شكل مسدس قال لي اهو انا شغال بنفس المبدأ وانت لما تيجي تراجع راجع بالطريقة اللي انا بشرحها دي بتراجع ازاي قال لي باخد السلك بتاع قطاعه مدور لفته على شكل حلقة قطاعي مدور لفته على شكل مسدس قطاعي كيمك ولفته حوالين مسدس ولفته حوالين داير يبقى الاول شكل السلك مدور وبعدين شكل السلك ملفته حوالين مسدس لاي قطاع من قطاعات السلك لا تاني يا مستر اقول عشان اتهتمن. تاني. انا اشغال ازاي? وانت هتراجع ازاي في البيت? هتراجع بالطريقة اللي انا هقول لك عليها. اول حاجة انت عندك الاسلاك. عندك سلك مربع. سلك مدور. سلك مستطيل. سلك كيمك اللي هو نص دايرة. عندك سلك مسلس. عندك سلك ربع دايرة. كل دي اشكال من من الاسلاك? اه تمام. القانون بتحجم السلك واحد للكل? اه بيساوي المحيط المتوسط في مساحة المقطع. مساحة المقطع هتختلف لو مسلس لمساحة. لو دايرة لمساحة. هتراجع ازاي مع نفسك? هتبدأ تاخد اول قانون. مسلا السلك مربع. هتاخد الشكل الرباعي او السلك المربع ملفوف على شكل حلقة مدورة. تمام زي الدبلة اللي معايا. السلك برضو مدور لكن ملفوف على شكل سداسي. يبقى ده يبقى عندي المحيط المحيط المسدس. او المحيط المتوسط لمسدس. كذلك الحل لو عندك سلك مستطيل لطول وعرض. هتخلي بالك السلك على العرض الطويل او على الجنب الطويل او للجنب الرفيع. هتشتغلوا على اول مرة على دايرة على شكل مدور وهتشتغلوا مرة تانية ده في المراجعة على شكل سداسي. عشان تقدر تتضرب على كل انواع الاسلك. مفيش مؤيسة لن تخلو اي مؤيسة من بند الحجوم. الحجوم للاسلك هتتكرر معايا مرة هتكرر معايا تنين هتكرر معايا ممكن تيجي تلات اربع مرات في المؤيس. وخلي بالي كويس جدا لو طلب مني العدد. انا هعلم على ورائة الاسئلة او هاخد خط تحتيها كده بسيط في ورائة الاسئلة مش في الاجابة واقول ان ايه هنا عدد تلاتة عشان وانا بحل البند اعرف ان هي مضروبة في تلاتة مضروبة في اتنين مضروبة في خمسة عشان دي بتتنسي وبنقص فيها في المؤيسة وبيطلع الناتج النهائي التكلفة النهائية مختلفة لاني نسيت اضرب في عدد الاسلاك اللي مستخدمة او اللي موجودة عندي. نرجع لموضوعنا تاني قال سلك مقطع مربع. طول ضلع اربعة من عشرة سنتيم الفوف حول منشور سداسي طول ضلع اربعة سنتيم وجد الحجم. اه دي شكل السلك بتاعي اهو. السلك بتاعي كام? قال لي من الداخل طول الضلع الداخلي للمسدس اربعة. طيب ومن برا قال لي انت عندك اربعة من عشرة اللي هو طول ضلع طول ضلع ده. اربعة من عشرة. والناحية التانية زيها اربعة من عشرة جميل جدا اهو. انا عايز حجم السلك بتاعك. تعالي. نشوف الشكل بتاعي عامل ازاي? اهو. تاني. قال لي ان ضد في ستة. عرفتها يا مستر خلاص. بس عرفتها على المدور. لكن ما استخدمتش طه. انت بتقول انا سمعك بتقول طه غلط. انا بقول ضد يعني محيط القاعدة او محيط الداخلي زائد المحيط الخارجي على اتنين. حسب الشكل. الشكل السودالسي فمحيط المسدس بيساوي ضد في ستة. محيط الديرة كان تهقاف. كان تهقق. ركز معايا تاني. يبقى الشكل هنا عبارة عن شكل مربع. لكن ملفوف على شكل مسدس. السلك من برا كطاعه من هنا كده لما جيبته اشتريته مربع. لفته على شكل دبلة. الدبلة دي شكلها مسدس او على شكل الحلقة. الحلقة دي مسدست الشكل. يبقى خلي بالك من المحيط. يبقى المحيط هنا ضد في عدد اطلاع اللي هم ستة. زي الضد التانية الداخلية او الخارجية. في عدد اطلاع اللي هم ستة على اتنين. في مساحة المقطع? كم مساحة المقطع? قال لي مساحة المقطع مربع. يبقى فضاد تربية. مساحة مقطع نص دايري. يبقى نص طه نق تربية. يبقى حسب مساحة المقطع اللي انت حافظ القوانين اللي خدتها زمان في سنة تانية وفي سنة تالتة. مستمرة معايا لحد سنة خمسة. مستمرة معايا لحد سنة خمسة. لحد ما اقدر اطلع التكلفة النهائية للمنتج. نرجع تاني للشاشة. بقول ان حجم السلك بيساوي ضاد في ستة زي الضاد التانية في ستة على الاتنين. بيساوي. قال لي حجم السلك بيساوي. الضلع بتاعت كم? قال لي الضلع بتاعي. مقاسه اربعة. والخارجة اربعة واربعة. خدت جنب وسبت جنب. خدت جنب وسبت جنب. فاكر? فاكر. يبقى اربعة في ستة زي اربعة واربعة في ستة اللي هي عدد الاضلاع على الاتنين عشان اجيب المتوسط في ضاد تربيع اللي هو اربعة من عشرة ايه? تربية. دربها بالقالة كده سريعا هاستنىك لحظة دربها بالقالة معايا بالقالة مستنيك تمام طلع الناتج بتاعي بيساوي 4.3% يا مستر انا ممكن اكتب 4 بس 1 من 10 انا افضل ان انت تكتب اخر رقمين بعد العلامة عشان التاريب 4.3 من 10 سامعك برافو عليك برافو عليك قلتيلي ان سنتيمتر مكعب فعلا لان البند بتاعي عبارة عن حجب حفظنا الاسلاك عرفناها كويس جدا تعالوا نشوف السلك الكيمك السلك الكيمك ده اللي نور قدامي كده ده السلك ده موضوع تاني راخل لوحده خالص السلك الكيمك بيلغبطني ليه قال لي لان السلك الكيمك عبارة عن قطاع نص دايرة وانا هنا وضحته لك وحطيت وركزت عليه الاضاءة عشان يلا نور اللمبة عشان ده مهم وبيلغبطني في الامتحان بيقول ان السلك الكيمك عبارة عن قطاع نصف دايري بالشكل اللي قدامي طب يا مستر ما انت كتبت حجم السلك الكيميك بيساوي المحيط المتوسط في مساحة المقطع اه طبعا ما هو هو لكن اللغبطة هتيجي باللي انا هقولك عليه قادي شكل القطاع قادي شكل القطاع المشكلة الكبيرة ان هو بيديني نص القطر لأ بيديني القطر كله وانا ناحية اليمين المسافة اللي بتبقى برة والمسافة الناحية التانية اللي بتبقى برة دي بتبقى عبارة عن ايه قال لي دي بتبقى عبارة عن نص القطر اللي موجود وهو بيديني القطر بفو عليك تاني هو بيديني قطر السلك بيديني حتة عدلة دي وانا لما بجأ إيس يعني لو من جوة خمسة والقطر ده مثلاً 4 من 10 يبقى أنا عندي ناحية اليمين هنا الحتة دي 2 من 10 والجنب الثاني 2 من 10 يبقى خلي بالك هادي اللي بتلغبطني يبقى أنا خلي بالك كويس جدا هديك عليها أمسلة دلوقتي عشان ما تلغبطش ما تتخدش تاني يبقى أنا عرفت إن المحيط المتوسط بيساوي ايه أو حجم السلكي بيساوي ايه المحيط المتوسط في مساحة المقطع تعالوا نشوف مثال خمسة وخلي بالك مهم جداً مثال خمسة ده بالتحديد قال لي سلك مقطع وكيمك يعني نص دايرة أو جزء من دايرة اللي احنا نسميه في الورشة دهر الحية اللي هو بتاع الدبل سلك مقطع وكيمك طول قطره طول قطره اداني القطر قطره 4 من 10 سنطي ملفوف حول اسطوانة قطرها يعني القطر الداخلي بتاعك أربعة أنا عايز حجم السلك بتاعي طيب جميل تعالوا نعوض بقى في المسألة بتاعتي دي بيقول لي قد السلك اللي قدامك هم كم القطر الداخلي قال للقطر الداخلي بتاعي أربعة طيب وداني القطر العدل ده الواقف على سيفه ده يبقى القطر الواقف على سيفه ده هيديني بعده تماماً تمام جميل قال 2 من 10 هو أصلاً بديني القطر أربعة فأنا خدت 2 من 10 نحية اليمين وخدت 2 من 10 نحية الشمال يبقى أربعة و 2 من 10 نحية اليمين و 2 من 10 نحية الشمال جميل اجمع كده يبقى أنا عندي القطر الداخلي أربعة و 2 من 10 و 2 من 10 جبتهم منين جبتهم من الناربعة القطر العدل ده كام 4 من 10 فأنا خدت نص القطر 2 من 10 يمين اجمع كده يبقى 4 و 4 من 10 ده القطر الخارجي اللي موجود عندي يبقى القطر الخارجي بتاعي اربعة جمعت عليه من بره بره اصبح اربعة واربعة من عشرة ده اللي موجود عندي هحل البند ده سريعا يبقى حجم السلكي بيساوي طه قاف واحد زياد قاف اتنين على اتنين اخر حاجة ركز معايا مساحت المقطع نص طهنق تربيع يعني نص مساحت الدايرة عوض فيها الطهب كام قال اتنين وعشرين على سبعة القطر الاولاني بتاعي كام قال اربعة القطر التاني قال اربعة واربعة من عشرة في نص في اتنين وعشرين على سبعة عوضت في المسألة طلعت تمانية من عشرة يبقى كده عرفنا حالات الاسلاك كلها اشتغلنا واضربنا عليها فاضل السلك الكيمج تابعوا معايا في الحلقة الجاية هشرح لك السلك الكيمج بس على الشكل السوداسي واكد عليه مرة تانية في الجزء التاني من مراجعتنا النهاردة ارجو انتوا استفدتم من مادة المؤيسات ارجو انتوا تدربوا كتير جدا على الالة وتدربوا على عملية التجميع كان معكم مستر احمد عبدالعزيز معلم خبير تشكيل المعادن والصياغة بوزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته